اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في عملية الحرط وعدد مرات الحرط وعمق الحرط وتكلمنا فيها وقلنا نوع المحصول ونوع الطربة دول اهم حكتين بيتحكموا في نوع الحرط فطبعا النهاردة هنكمل مع بعض عمليات اعداد الارض قبل الزراعة وهناخد عملية التسوية احنا كنا نوهنا عنها المرة اللي فاتت في الحلقات السابقة وقلنا لطلبة حبابنا وولادنا ان احنا هنحضر مع بعض ونقرأ بقية عمليات اعداد الارض للزراعة ونشوف بقية العمليات هتتكلم عن ايه تعالوا مع بعض نشوف مع بعض عملية التسوية العملية اللي احنا نتكلم فيها بعد عملية التكسير والتأسيب والتنعيم عملية التسوية ايه هي عملية التسوية نشوف التعريف بتاعها تعريف عملية التسوية هي عملية يقصد بها نقل الطربة من الاماكن المرتفعة الى الاماكن المنخفضة لتسوية سطح الارض مع حفظ الانحضار الطبيعي للارض من رأس الحقل الى زيله او حسب الانحضار المطلوب يعني تعريف التسوية كمان مرة هي عملية يقصد بها نقل الطربة من الاماكن المرتفعة الى اماكن المتخفضة لتسوية سطح الارض مع حفظ الانحضار الطبيعي للارض من رأس الحقل الى زيله او حسب الانحضار المطلوب يعني ايه الحضار المطلوب الانحضار المطلوب لو انا عندي فدان ارض هسوي ممكن انا اجي في بداية الحقل بتاعتي عند المسأة وخلي بداية الحقل هبدأ من صفر سنتي لنهاية الحقل الى انحضار خمسة سنتي ليه علشان خاطر يسهل العملية ده دية انسياب المياه طبيعي اثناء عملية الريو والمياه ما تركنش منه في مكان واحد ويحصل دي عملية تغريق في بعض ايه الاماكن وبنرمز العملية ديت في عملية تسويق ان احنا بنقول اول الغيت او اول حقل اسمها رأس الحقل والنهاية اللي بيبقى فيها المصرف بتبقى في الزيل او النهاية يبقى الانحضار الطبيعة والانحضار المطلوب اللي انا بعمله يبقى من رأس الحقل الى زيله الحقل رأس الحقل بيبقى فيه مصدر الري بتاعي فيه المسأة وفيه مكانة الري اللي انا حاطتها وابدأ اشغل وابدأ عملية الري بتاعتي لما اعمل عملية تسوية بيبقى فيه بعض الاماكن المرتفعة باخده الطراب من الاماكن المرتفعة وحطها فين في الاماكن المنخفضة علشان اخلي الارض عندي كلها متساوية ايه استواء واحد تعالوا مع بعض نشوف ده فيديو هيوضح لنا شكل عملية التسوية دلوقت الجرار بتاعنا في الارض بدأ بعد عملية الحارت وتكسير الالائيل اللي هو المدر دلوقت بنعمل عملية تسوية عملية التسوية اللي هي بتتم قدام حضراتكم بالجرار ديه عملية تسوية باستخدام الليزر ليه لان احنا هنتعرض ايه هي انواع التسوية هنقول فيها انواع التسوية بالقصبية البلدية في انواع تسوية بالليزر في انواع تسوية عن طريق اللواطة في وجود ايه المية العملية اللي احنا بنشوفها ديه اللي احنا موثقينها دي عملية تسوية باستخدام جهاز الليزر شوف حضراتك الجرار قدامه جهاز الليزر متثبت على حامل اللي هو لونه ازرق فوق ديه اللي هو ورا الجرار وعلى القصبية متثبت الجهاز التاني اللي بيلقط الاشارة اللي بيحدد له المرتفع المناسيب المعينة ايه للغذية مع الارتفاع ايه والانخفاض بتبدأ القصبية ديه والجرار وهو ماشي اوتوماتيك كده مع نفسها اللي جهاز بيحركها وبيخليها في الحتة العالية تاخد طرابه في الحتة الفاضية تبدأ ايه تفضي الطراب بينها علشان خطر ايه تتم عملية التسوية ايه عملية كاملة يبقى احنا زي ما شفنا مع حضراتكم ديه عملية ايه التسوية باستخدام جهاز ايه الليزر تعالوا مع بعض نشوف الخطوة اللي بعد كده انواع التسوية في الاراضي القديمة الاراضي القديمة ديه ده لما اذكر كلمة اراضي قديمة على طول اروح لتعريف الاراضي الطينية الاراضي الطينية اللي هي تكون منها ودي النيل وديلتا ايه النيل دي الاراضي القديمة الاراضي الطينية صقيلة بتاعتنا اللي هي لونها ايه اسود ولكن لما نتكلم عن الاراضي الرملية او الاراضي الاستصلاح الحديثة بنقول عليها الاراضي ايه الجديدة تعالوا نشوف انواع التسوية في الاراضي الاديمة ايه هي رقم الف التقصيب ايه هو التقصيب هو تسوية الارض الجافة عند وجود ارتفاعات ونخفضات واضحة بالعين المجردة اي تزيد عن 10 سنتي بستخدم هنا ايه القصبية ممكن تكون القصبية ايه البلدية ولكن انا بستخدمها امتا بعمل امتا تقصيب بعمل التقصيب لما يكون فيه ارتفاعات ومنخفضات عندي في الارض اراها بالعين المجردة ويكون الارتفاع يزيد ايه عن 10 سنتي النقطة اللي بعد كده ديت شكل القصبية لو انا شلت جهاز الليزر من عليها ديت اصبحت قصبية ايه بلدية لكن لو انا لو ركبت الجهاز عليها هتبقى ممكن اسوي بها ايه بالليزر ده شكل بيوضح لي شكل القصبية ايه البلدية اللي انا بسوي بها او بعمل عملية ايه التقصيب بها بدون استخدام جهاز الليزر به عملية الطلويت ايه عملية الطلويت وهي تسوية تجرى في وجود الماء وذلك عند وجود ارتفاعات وانخفضات لا تلاحظ بالعين المجردة يعني ارتفاع مش هقدر احدده بعيني الارض عندي كلها شبه مستوية بس بتظهر امتى بتظهر لما قاعد اروي وخصوصا عند زراعة الارز بعملية البدار او زراعة البرسيم المصري باستخدام طريقة الزراعة ايه على اللمعة او في وجود ايه المية اول ما بامل الارض بالمية ويظهر عليها عمود المية بتظهر معايا الانخفضات ايه والارتفاعات فيها اللي انا مش قادر ايه اشوفها بعيني فبالتالي ابدأ ايه اسويها بحاجة اسمها ايه اللواطة او كطعة خشب كبيرة بتجورها الحيوانات او ممكن اتنين عمال مع بعض شدال يزقها قدامهم مية في المية بتبدأ تنقلهم الاتربة من الاماكن العالية لاماكن ايه المنخفضة طبعا هتكون سهلة معاهم لانها تبقى عين مية في المية يبقى نشوف عملية الطلويت وهي تسوية تجرى في وجود الماء اقل من عشرة سنتي ولا تكشف الا بعد اطلاق الماء بالارض لتكون طبقة رقيقة فوقصات حيه التربة يكشف هذه الاختلافات وتستخدم عند زراعة الارز ايه والبرس وصورة اللي جاية ديت هتوضح لنا عملية الطلويت دي عملية الطلويت ان انا بسوي الارض في وجود المية بسوي الارض في وجود المية يبقى امتى بسوي الارض في وجود المية اذا كانت الارتفاعات والانخفاضات اللي هي موجودة فيها لا ترى في العين المجردة وتكون اقل من عشرة ايه سنتي زي حضراتكم ما شفتم عينيه في الصورة دي النقطة اللي بعد كده فوائد التسوية ليه انا بسوي الارض ليه بانا بعمل عملية التسوية اول حاجة انا بعملها لعملية التسوية علشان احافظ على المية بتاعتي مية الري ما يحصلش فيها حضر ايه جامل احافظ على مستوى الارض بتاعي في الانحضار الطبيعي بتاعها مما يسهل الانسياب لمية الري انتظام توزيع البزور وانتشار الجزور ايه الجزور للنباتات في الارض دي كلها ايه فوائد وهنعدتها مع بعض في صورة نقطة 1 2 3 تعالوا نشوفها مع بعض النقطة دي رقم 1 تسوية سطح الارض وضبط الميول بها طبعا اتكلمنا عن الميل في اول الحلقة وقلنا الميل بتاعنا حسب الانحضار الطبيعي الارض او الميل المطلوب اللي بتنعمله من 0 الى 5 سنتي من رأس الارض الى زي لها يبقى تسوية سطح الارض وضبط الميول ايه بها رقم 2 احكام الري السطحي ووصول المياه بالجاذبية الارضية والميل المنتظم الى كل بقعة في الحق يعني اللي مية عندي مياه الري ما تركينش في مكان ما يبقاش عندي حوض مليان مية وحوض تاني مرتفع ما توصلوش ايه المية الحوض اللي هو ملته مية اللي اتمال مية مني ده البزرة بتاحتها تفقع والنباتات بتاحتها تطلع ضعيفة ومش هيديني ايه محصول الحوض اللي هو عالي مش هتوصل المية البزرة اللي فيها هتحمص والنباتات كذلك الامر هتتأثر ايه بالعطش بالنسبة ايه للأحواض ايه العالية فبالتالي برضو هيأثر علي بالسلبة في عملية ايه انتاج المحصول طالت نقطة معنا تسهيل عمل الالات الزراعة والخدمة والحصاد تسهيل عمل الالات الزراعة والخدمة والحصاد الات الزراعة والخدمة والحصاد ايه هي في حالة استخدام السطارة الارض لما تبقى مستوية تبقى كويسة في حالة استخدام البلنتر الارض لما تبقى مستوية تبقى كويسة علشان هتطلع معي فسطور او فصفوف وكذلك قمره لما استخدم العزاءات باستخدام الجرار او استخدم الكمبين في عملية الحصاد او استخدم المحاشات التردودية او المحاشات الدورانية في عملية الحصاد عند اسواء سطح الارض اقدر استخدم كل الالات دي بمنتهى السلاسة ومنتهى السلاسة فيها علشان هتعمل لي اي مشاكل لان مش هيبقى فيه ارتفاعات من الارض ممكن تعيك حركة ايه المكنة ايه معايا زي على سبيل المثال الكمبين ممكن الكمبين بيبقى شغال اه على وش الارض على خمسة سنتي او ممكن يرفع ايه لسبعة سنتي لو انا عندي قطعة اه حاجة مرتفعة في الارض ممكن يشيل معايا تراب ويجي معايا مع المحصول بتاعي فياجي ساعة التعبية ليل الامح بتاعي يطلع موجود معايا كمية ايه تراب كبيرة بتخفض لي طبعا قيمة السعر بتاعه وبتخلي ايه ياخد الدرجة الرديئة من الدرجات بتاعت ايه النظافة ولكن الارض لما تبقى مستوية هنسهل عمل كل هذه ايه الالات النقطة اللي بعد كده انتظام وتجانس نمو النباتات بسبب احكام ريها جميعا بحيث لا توجد بقع مرتفعة لا تصلح المياه لا تصل لا تصلها المياه او بقع منخفضة تتجمع فيها ايه المياه طبعا الانتظام وتجانس بتاع النباتات تشوف شكل الحقل بتاعك كده شكله ايه جميل النبات كله ايه طالع مستارة من فوق تشوف تلمح وكده مستارة ولكن لو انا عندي انخفضات وارتفاعات هلاقي معايا من بعيد وانا وقف على راس الغيت او من مكان مرتفع هلاقي النباتات عندي مكان طويل ومكان قصير مكان طويل مكان قصير وفي تفاوت ما بين اطول النباتات ايه وبعضيها كل ده ايه بسبب ان عملية الرأي عملية غير متجانسة ما تمش احكامها بصورة ايه صحيحة فبالتالي فيه نباتات عدت الشيط مني وفيه نباتات غير اتني مني فهو ده اللي عمل ايه عملية التفاوت في اطوال النباتات اللي هي موجودة عندي ايه في الحقل الحكم على جودة التسوية في الحلقة اللي فاتت احنا تكلمنا عن الحكم على جودة ايه الحرس وقلنا ازاي بنحكم على جودة الحرس لما قلنا جودة الحرس بنحكم عليها من عدة نقاط اهمها عدم وجود مضر عدم وجود حشائش اه تقليب البقاء النباتات اه تقليب بصورة جيدة تقليب السماد ايه العضوي عدم وجود ارض اس وقلنا الارض الاسات اللي هي الارض غير محروسة الموجودة في وصل الارض ايه المحروسة هنا هنحكم مع بعض على جودة التسوية يعني انا دلوقت جبت الراجل عنده قصابية وعنده جهاز ليزر قام بعملية التسوية عندي في الغيط دلوقت قبل ما يطلع شغله كويس ولا مش كويس هحزبه ولا مش هحزبه طيب انا هحكم على الشغل ده ازاي زي ما هنشوف مع بعض بعدة نقاط مع بعض هنتعرف عليها ونحط تحتها عشرين خط علشان الحاجات ديت ممكن تجي لك في الامتحانات في صورة سؤال وجواب بيقول لك اذكر كيف يمكنك الحكم على جودة التسوية او كيف يمكنك الحكم على جودة ايه الحرس طيب التسوية هنحكم عليها ازاي تعالوا نشوف مع بعض دية ارض تمت لها عملية التسوية في الصورة عايزك تركز في الصورة كويس علشان الصورة هناخد منها كلام ده هنحط في نقط وهنصيغه بحيث ان لو جالك سؤال في الامتحان قالك كيف يمكنك الحكم على جودة التسوية اول حاجة تذكرها ايه الصورة وابدأ خده اللي في الصورة واكتبه بص اللي الصورة كويس وعمل لها طبعة في زهنة كويس اطباحها طبعة كويسة وتعالوا نشوف ازاي هنحكم على جودة ايه التسوية ادي صورة تاني لارض تمت ايه تسويتها ونحاول نقارن الصور ايه ببعضها علشان خاطر احنا خدنا صور بالعرض وصورة ايه بالطول للارض اللي تمت ايه تسويتها بص معايا كويس علشان تبدأ تحكم عليها تعالوا نحكم مع بعض رقم واحد استواء سطح التربة الظاهر للعين المجردة زي ما شفناه في الصورة بالظبط استواء سطح التربة الظاهر للعين المجردة رقم اتنين وجود ميل منتظم في الارض من رأس الحقل الى زيلها يسمح باتمام الرأي ايه بسهولة بحيث ان انا لما شغل مكانة الرأي اول المية ما تنزل في الارض تيجي ماشي ايه لو قدام على طول ما تركنش ايه معاي رقم ثلاثة خطوط سير القصابية مستقيمة زي ما شفناها في الصورة الاولانية كان فيه خطوط او بنقول عليها صيور صيور التسوية خط سير التسوية ايه مستقيم عملية التخطيط عملية التخطيط ايه هي عملية التخطيط انا دلوقت حردت وكسرت المدر عندي القلقين نعمت وعملت عملية التسوية سويت ايه الارض فهبدأ بعملية ايه التخطيط عملية التخطيط لا تتم في كل المحاصيل يعني مش كل المحاصيل هخططها ليه انا عندي بعض المحاصيل اللي بتزرع بالطرق الكسيفة او بتزرع بالصورة الكسيفة زي البرسيم والامح لو هزرعها عفير بدار مش هخططها لو انا هزرع عفير في جور على خطوط او في جور على مصاطب للامح كزراعة كسيفة هخطط الارز لو هزرعه بدار مش هخطط لو هزرعه شتل مش هخطط ولكن المحاصيل التي يتم زراعتها في جور لابد من التخطيط ايه هي المحاصيل التي تتم زراعتها في جور على سبيل المثال مثل محصول الزرع الشمية محصول الزرع الرفيعة محصول القط محصول الفول البلدي كل دية محاصيل ممكن نزراحها ايه في جور على خطوط حسب طريقة الزراعة المناسبة ايه لها يبقى هنا عملية التخطيط اللي هيتحكم فيها معايا طريقة زراعة ايه المحصول وطبيعة نمو المحصول لو انا بزرع وبخلي النبات خفيف او انا بزرع وبخلي النبات كسفته عالية ايه في الارض زي ما قلنا كل النباتات او كل المحاصيل التي تزرع في صورة كسيفة لا يتم ايه تخطيط الارض ايه لها لو انا هزرع برسيم لو انا هزرع امح هزرع ارز هزرع كتان بدار كل اللي هزرعه عفير بدار لا يتم تخطيط ايه الارض ايه دي تعالوا نشوف عملية التخطيط التعريف بتاعها تعريف التخطيط هو عملية يقصد بها اقامة الخطوط بالابعاد المناسبة نقف هنا قبل ما نكمل التعريف يعني ايه ابعاد مناسبة يعني انا عندي بعض المحاصيل بقول معدل التخطيط من 12 الى 14 خط في الاصبطين او المعدل التخطيط من 12 الى 14 خط الاصبطين على سبيل المثال الزرع ايه شمية بمعنى ايه بمعنى انه كل 300 كل 710 متر ايه فيهم 12 خط لما اقول معدل التخطيط معدل التخطيط ده 12 خط في الاصبطين طول الاصبطين تلاتة متر وخمسة وخمسين سنتي يعني الاصبطين هيكونوا سبعة متر وعشرة سنتي السبعة متر وعشرة سنتي دول هيبقى فيهم كام 12 خط زبط المسافات بتاعتهم هتقس من بطن الخط البطن الخط الثاني هيديك حوالي واحد وستين سنتي من ظهر الخط او من ظهر الخط الاول لظهر الخط الثاني هيديك نفس ايه المسافة يبقى احنا كده الابعاد المناسبة المحاصيل اللي احنا قلنا ايه اللي هي 12 خط للاصبطين يبقى نرجع للتعريف تاني هو عملية يقصد بها اقامة الخطوط بالابعاد المناسبة للمحاصيل التي تزرع على خطوط او مصاطب الله اللي فرق معايا هنا يعني ايه خط ويعني مصطبة انا لما بعمل خطوط قلت معدل التخطيط 12 خط في الاصبطين يعني كل سبعة متر وعشرة سنتي فيهم 12 ايه خط طيب لو انا قلت مصطبة عرض المصطبة 120 سنتي يعني هيكون ال 12 خط دول هيكونه 6 مصاطب في الاصبطين يعني انا لما ضم كل خطين مع بعض كده عملت ايه مصطبة عرض المصطبة كام 120 سنتي وخليك فاكرها كويس لما اقول معدل ايه تخطيط او معدل تخطيط مصاطب معدل تخطيط المصطبة 6 مصطبة في الاصبطين او 12 خط ايه في الاصبطين بالنسبة للخطوط عشان تقدر تفرق ما بين كلمة خط وكلمة ايه مصطبة اصلا يعني ايه خط ومصطبة المصطبة طبعا 126 مصطبة ايه كبيرة ولكن الخط صغير بيبقى ايه 60 سنتي نرجح تاني للتعريف هو عملية يقصد بها اقامة الخطوط بالابعاد المناسبة المحاصيل التي تزرع على خطوط او مصاطب وتحتاج في نموها الى مسافات واسعة والخط يتكون من ظهر الخط وبطن الخط والرشتين الجانبيتين طبعا الخط عندنا بيتكون ايه شكله زي الهرم كده ليه هنا بطن وهنا بطن الارتفاع ده اسمه ده الناحية الشرقية والناحية الغربية والناحية اليمين وناحية الشمال بنقول عليها الرشتين الجانبيتين ايه للخط طيب في حالة زراعة على ريشة واقول ريشة اللي انا زرحت عليها ريشة ايه عمالة طيب الناحية اللي انا ما زرحتش عليها بقول عليها ايه في الخط ريشة بطالة والحاجات دي ان شاء الله هنعرفها مع بعض في المصالحات وهنتكلم ايه عنها في المصالحات باستفادة ايه اكتر نشوف النقطة اللي بعد كده ده شكل صورة بتوضح لعملية ايه التخطيط شكل الفجاج اللي احنا بنقول عليه رجل بطة فجاج الخطوط عند الفلاحين بيقولوا عليه ايه رجل بطة انا هستخدم محرات رجل البطة ولكن في المحاريت لما استخدمنا تلات انواع محاريت قلنا الحفار اللي والسان عصفور قلنا المطرحي وقلنا ايه الكورسي ولكن هنا الفجاج عندي بقول عليه فجاج رجل ايه بطة علشان يعمل لي ايه الخط زي حضراتكم ايه ما شايفينه تعالوا نشوف بعد صورة فيه فيديو بيوضح لعملية ايه التخطيط بص معايا للجرار وهو ساحب محرات رجل البطة وشوف شكل الخطوط هتبقى طلعة وراه ازاي انا عايزك برضو تركز في الحاجات دي ليه لان الحاجات دي هيطلب منك زي ما حكمت على جودة الحرطة وحكمت على جودة التسوية هتحكم على جودة الخطوط خلي بالك من الصورة اللي عادت دي شايف شكل الخطوط عامل ازاي علشان هنستفاد بها فين فعملية الحكم على جودة التخطيط لما يجي لك سؤال كيف يمكنك الحكم على جودة التخطيط هتجاوبوا من خلال الصورة اللي انت شفتها ايه في الفيديو دي وشكل الجرار وهو ايه بيخطط وزاي حضراتكم ما شايفين شكل الخطوط طلع ايه منتظم ما فيهوش تعوجات ما علىهوش مدر ما علىهوش ايه الاقيل والمحرات هو واضح شكله عريض شوية عن لسان العصفور بنقول عليه محرات رجل بطة لما تروح المدرسة قسم الهندسة عندك اسأل مدرس بتاعك يا استاذ يا مصر انا عايز اشوف محرات رجل ايه البطة بتاع الخطوط تعالوا نشوف مع بعض ما يراعى عند اجراء عملية التخطيط اللي انت هتراعيه عند اجراء عملية التخطيط رقم واحد ان تكون الخطوط عمودية على اتجاه الميل في الحقل او موازية للقناة الرأسية المستديمة ان تكون الخطوط عمودية على اتجاه الميل في الحقل اي موازية للقناة الرأسية ايه المستديمة يعني ايه عمودية على اتجاه الميل انا الميل عندي من الشرق للغرب هي عمودي ايه عليه ادي الميل كده والخط ايه عليه كده ده كده ايه عمودي عليه ليه عمودي عليه علشان خاطب باتجاه المية لما افتح اقسمها بعد كده لأحواض وانيو وبتون وتبدأ مية الرأي تمشي في الانيو والابد اعمل الحوال بتاعي وقاطع الحوال بتاعي المية تمشي ايه بمنتهى الثلاثة في بطن ايه الخطوط وتلف ايه بنقول عليها مية لفت ايه الخطوط مش هتاخدها ايه في الوش كده لو اخدتها في الوش كده هتاخدها كسحة هتعمل عملية هدم ايه للخطوط النقطة التانية اقامة القنوات الحقلية عمودية على اتجاه التخطيط وفي اتجاه ايه الميل طبعا القنوات الحقلية اللي انها هعملها علشان ما يتمشي هتكون في اتجاه ايه الميل قلنا الميل بيبقى من رأس الحق الى ايه زيلها فبالتالي القناة بتحتي بتحت الرأي هتبقى ماشية ايه فيها وهيبدأ تفتح فيها الحوال بقى على يدين او ممكن تروي على يد واحدة حسب الميولة الطبعية اللي عندك ايه في الارض النقطة اللي بعد كده ان يتناسب عرض الخط مع المحصول المنزرع وكل محصول معدل تخطيط مناسب ايه لها طبعا احنا قلنا يعني ايه معدل تخطيط اللي هو بنقول اتناشر خط الاصابطين او من اتناشر الى اربحتاشر خطي في الاصابطين فيما حاصل ممكن اعملها عشر خطوط ايه في الاصابطين عرض الخط في الحالة ديت هيكون ايه سبعة سنتي او اه آسف واحد وسبعين سنتي فاحنا كده ان يتناسب عرض الخط مع المحصول ايه المنزرع لان في محاصيل مش هتنمو ايه المجموع الخضاري بتاعها مش كبير ولكن لو جيت لمحصول زي محصول الزراء شوف محصول الزراء الارتفاع بتاعه النبات الواحد ممكن يوصل في الارتفاع لحوالي ايه مترين نباتات القطن كذلك ايه الامر فبالتالي انا ببدأ اوسع ايه الخطوط بتاعتها او الخطوط بتاعتها بتبقى ايه كبيرة شوية يبقى ان يتناسب عرض الخاطر مع المحصول المنزرع ولكل محصول معدل تخطيط مناسب ايه ليه رقم ديه التقسيم الشرائح او الفرد يعني انا بعمل عملية تأسيم او الفلاحين والمزرعين بيقول عليها عملية تحويض هحوض الارض يعني انا هحوض الارض يعني هقسمها الى اونيو وبتون واحواض فرد وشرائح وهناعرفها برضو ايه يعني ايه فردة وفي ايه شريحة في المصالحات الزراعية ان شاء الله اللي هي خاصة عملية اعداد الارض ايه للزراعة يبقى تأسيم الشرائح او الفرد الى اقسام صغيرة تصم ايه الحوويل ايه هو الحوال اللي احنا قلناه اللي هي مساحة صغيرة من الارض بتكون حوالي 3 متر في 3 متر او تزيد شوية حسب نوع التربة وبيتم ريها بفتحة ري ايه واحدة اللي بنقول عليها ايه فتحة ايه الحوال والنقطة اللي بعد كده العوامل التي تحدد مساحة الحوال انا ذكرنا كلمة الحوال وسمعنا وقلنا ايه هو الحوال قلنا الحوال ده اللي هي مساحة من الارض بتكون حوالي 3 متر في 3 متر او 4 في 4 حسب نوع ايه التربة وبتشرب من فتحة ري ايه واحدة وممكن تزيد ولكن بتزيد حسب ايه حسب المحصول طيب العوامل اللي هتحدد لهنا مساحة الحوال ايه تعال نشوف مع بعض اول حاجة كوام الارض كوام الارض الارض الرملية الحوال بتاعها صغير الارض الطينية الحوال بتاعها ايه كبير لان الارض الرملية القوام التربة بتاعها ضعيف ليس لها القدعة الاحتفاظ ايه بالمية فبالتالي انا بعمل حوال صغير عشان اول ما افتح فتحة ري بتاعته يتملي من المية بسرعة واجه ايه قافل واشوف ايه اللي بعديه ولكن لو انا عملت فتحة حوال كبير وعملت فتحة ري عمل الحوال كله ما اخلص هياخد مني وقت كبير وهيحصل الهضر للمية عن طريق ايه الصرف الجو في بطن ايه التربة لان الارض الرملية غير قدر ما لايس لها قدرة على الاحتفاظ ايه بالمية بعكس التربة ايه الطينية التربة الطينية الحوال بتاعي بيكون كبير وبسيب المية بتمشي فيه براحته وباخد ايه وقته فبالتالي لانها لها قدرة على الاحتفاظ ايه بالمية ففي الحالة ديت برضو بنسمع عملية الرأي بتكون عملية الرأي على البارد او على الحامي الرأي على بارد وعلحمي برضو هنعرفها من خلال ايه المصالحات مع بعضنا كمان شوية النقطة اللي بعد كده حساسية المحصول للمياه ازا كانت المحاصيل حساسة للمياه على سبيل المثال زي محصول السمسم محصول السمسم من المحاصيل الحساسة جدا جدا للرأي لو زادت كمية المياه عليها هتبص بعد ساحتين النباتات كلها ديبلت في السمسم برضو الظاهرة ديت بنشوف ها فين في محصول بنجر السكر لو انا ازرع بنجر السكر على خطوط ويجي تراوي في وقت الظاهرة او وخد مني كمية مية كبيرة هتبصت لها برضو الوراء كله بدأ يدبل والمحصول عندي ايه اداني صورة ايه شكلها مش كويس او مش ظريف اه بسبب الزبول اللي هو حصل ايه الزبول وفجائي للنباتات بالرغم ان ايه رويها ليه لانها حساسة ايه للرأي النقطة اللي بعد كده كمية المياه المتاحة لو انا عندي كمية مياه بتاحت قليلة فانا هضطر اصغر الحوال بتاعي علشان خطر ما ياخدش مني كمية مياه ايه كبيرة فكمية المياه المتاحة اللي انا ايه هستخدمها النقطة اللي بعد كده شدة الميول شدة الميول والانحضرات ايه في الارض طبعا لو انا عندي الميل شديد فانا باضطر اعمل حوال برضو ايه صغير ما عملهوش ايه كبير ليه لانا علشان اشوف اللي بعدين لان المياه هتكون بتجر معي ايه بصورة ايه كبيرة جدا هتكون سريعة في السريان بتاعها لو انا عندي الانحضر ايه كبير فانا كده هضطر سيطر على الارض بتاعتي عن طريق ايه الرية عن طريق ايه مساحة الحوال وعن طريق عملية الرية عن نازل او الرية ايه عالطالع وبرضو هنعرف يعني ايه رية عن نازل ورية ايه عالطالع باستخدام ايه الحوويل في المصالحات الزراعية نسبة الاملاح بالارض طبعا نسبة الملوحة ديت بتأثر جامل جدا في مساحة ايه الحوى لو انا عندي نسبة الملوحة عالية في الارض طبعا انا بصغر ايه الحوويل علشان خاطر ايه تاخد كمية مية ايه كفاية وما يخليهاش ايه كبيرة علشان كبيرة لو جاءت المية ركنت مني في حتة الحتة التانية هتظهر فيها ايه الاملاح النقطة اللي بعد كده فوائد التخطيط ليه احنا عملنا عملية التخطيط ليه اجرينا عملية التخطيط زي احنا دلوقت لما تكلمنا عن فوائد الحرس وفوائد ايه التسوية اي حاجة انا بعملها في الغيط لعملية الخدمة قبل الزراعة وعملية الخدمة للزراعة زي ما اتفقنا ان انا بعد مركض ملائم لانبات البزور طيب المركض الملائم ده انا عرفت الفايدة للحرط انا حردت ليه وانا سويت ليه تعالوا نشوف الفايدة بتاعتنا في التخطيط وليه احنا ايه بنخطط فايدة التخطيط رقم واحد ضبط المسافات بين النباتات المنزرعة طبعا انا لما بزرع في النباتات بتاعتي في جور على خطوط بقول المسافة بين الجورة والاخرى من عشرين الى خمسة وعشرين سنتي او اقول عند او اقول عند زراعة محصول القط يعتب من زراعة في جورة على خطوط المسافة بين الجورة عشرين ايه سنتي او اقول مسافة تلتين سنتي كل ديت حاجات احنا من فوائد عملية ايه التخطيط. طيب انا علشان ازبط مسافات الجواردية لازم يكون على خط ما ينفحش ازبطها ايه في ارض ايه في حوال ايه عادي او في ارض ايه مش متخططة. يبقى ضبط المسافات بين النباتات المنزرعة. طيب اتاحة الحيز المناسب للنمو والنباتة اللي تتزرع على مسافات. اخلي في مسافة بين الخط والتاني في مسافة اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي من بطن الخط لبطن الخطة ومن ظهر الخط لظهر الخط بتكون حوالي ايه ستين سنتي او بتكون سبعين سنتي حسب معدل ايه التخطيط. طيب المسافة اللي حضراتكم عارفين هدية بتتيح او تدي مسافة مع مسافات الجوار لما اقول لنا زي على مسافة عشرين سنتي طيب النبات الواحد هنا علي منه عشرين وعلى شماله ايه عشرين والمسافة ما بين الخطوط هنا وهنا ستين وستين يبقى كده ده الحيز اللي هينمو فيه ايه النبات بتاعي او بنقول عليها بمعنى اصحة هتلاقيها في بعض المسائل لما هتخش في ازاي تحسب كمية التقاوي للفدان هنقول عليها المساحة التي تشغلها ايه الجورة. المساحة التي تشغلها الجورة يبقى هي المساحة اللي بتكون المسافة ما بين الجورة واختها ما بين الخط ايه والتاني. النقطة اللي بعد كده امكانية العزيق لازالة الحشائش ايه الضرة التي تنمو فيه المسافات بين النباتات. طبعا انا لما باجرى عملية العزيق باجرى عملية العزيق للنباتات التي تزرع على خطوط النباتات التي تزرع بكسافة لا يجرى لها عملية عزيق يعني لو استاذ حب او مصر حب يختبر انتباهك او يختبر فهمك لعملية التخطيط ويقولك احنا بنعزى الامح مرتين بين كل مرة ومرة 15 يوم صح ولا غلط هتقوله ايه هتقوله صح طبعا ايه غلط لان الامح بيزرع في صورة ايه كسيفة وما بيزرعش ايه على خطوط فبالتالي تجرى له عملية ايه عزيق البرسيم يعزق لا ما بيتعزقش الشعير يعزق ما بيتعزقش طيب كل المحاصيل التي تزرع بصورة كسيفة لا يتم لها ايه عملية ايه العزيق فبالتالي العزيق هنا لايه المحاصيل التي تزرع على خطوط زرع شمية اطنفول دور شمس كل ده بيزرع ايه على خطوط فبالتالي بيتم إلقاء عملية العزيق يبقى إمكانية العزيق لإزالة الحشائش الضرة التي تنمو في المسافات بين النباتات المسافة بين النباتات الثانية إنما فيها حشائش نجيل إنما فيها رجلة إنما فيها الساعة أنا بشيلها عن طريق عملية العزيق النقطة اللي بعد كده إمكانية الترديم حول النباتات النباتات لتدعيمها وذلك بإضافة أتربة من الريشة البطالة إلى الريشة العمالة طبعا في عملية العزيق انا بيبقى وشي للخط ايه التاني فانا شغال فباخد بالفاس بتاعي الطراب من الرشة البطالة في الخط التاني قدامي واضيفه على الخط ايه ناحية ايه الجوار اللي هي في الرشة ايه العمالة وابدأ الف الطراب حوالين الجوار ديه طيب انا بالف الطراب حوالين الجوار ديه بعمل لها عملية تدعيم بدعمها علشان لما يحصل هوا او يبدأ يشيل محصول ما اصطر قدش ما يحصل شليه عملية ايه رقاط زي ما بيحصل هاتبوس تلاقي نباتات الزراج الشامية لو ما عملتش حواليها عملية ترديم كويس هاتبوس تلاقي الجوار العرضية اللي هي بتطلع من فوق علشان تثبتها بتبقى ضعيفة فبالتالي عند عملية الرأي او زاد من عملية الرأي شوي هاتبوس تلاقي النباتات هتبدأ يحصل لها عملية ايه رؤات فبالتالي انا بعمل عملية تدعيم للنباتات عن طريق اضافة الاتربة حوالين الجرى وحوالين النبات. التحكم في الراي والاقتصاد في كمية المياه المضافة لحق. طبعا انا دلوقتي لما اروي الارض عندي بيستخدام الاحواض اللي فيها خطوط المية بتمشي في بطن الخط. ولكن انا عشان اروي حوال مستوي بنتظر ان عمود المية يغطي للارض كلها. ولكن في حالة الزراعة على خطوط المية بتجري ما بين بطون الخطوط وبتلف وتقابل ايه بعضها فانا فبالتالي بتوفر لي مية الراي وبتنجز معايا وقت ايه الراي. النقطة اللي بعد كده حماية بزور وابادرات المحاصيل من تأثير الجو كما هو الحال في زراعة ايه القطن. طبعا القطن ممكن يحصل ايه بعد التأثير من الجو والطاكس ليه لان هو محصول صيفي ولكن بيزرع مبكرا يعني احنا بنبدأ في زراعة القطن في شهر فبراير. شهر فبراير دلوقتي بيبقى الجو برضو فيه ايه برد وهوى. ممكن تجي لي مسلا موجة بردة او يجي لي مسلا ايه رياح شديدة زي الرياح الخمسين او الرياح اللي بتيجي ايه مصاحبة في شهر امشير ديت. ممكن تأثير على بدارات ايه القطن. ولكن لما بزراعه على خطوط بيكون الزراعة دايما على الجهة اللي هو بيطلح فيها ايه الشمس بحيس انها بتتعرض اطول فتر ايه ممكن اللي هي الجهة الشرقية بتتعرض لاكبر اه وقت ممكن لاشعة ايه الشمس فبالتالي بيحصل لها عملية ايه تدفئة وبالتالي لو جات عملية هوا ولا حاجة لو ضغطت عليه بالناحية التانية الطراب بتاع ضهر الخط صاني ايه النبات عندي. يبقى حماية بزر وبدارات المحاصيل من تأثير الجو كما هو الحال في زراعة ايه القطن. النقطة اللي بعد كده تسهيل مقاومة الافات. اقدر اقوم الافات. اقدر اقوم الافات لو انا هقوم مقاومة كيموية. اقدر اسحب خرطوم الرش والمطور وامشي في بطن ايه الخط بدون ما اصر ايه على النباتات او ادوس على جورة او اكسر ايه في النباتات. طيب وايه تاني ممكن انا اعمله. ممكن انا دلوقت في حالة ان انا استخدم طعوم سامة اقدر اقدر طعم السام بتاعي في بطن ايه الخط. علشان اقدر اقوم مثلا ايه زي الحفار والدودة ايه الكاردة. النقطة اللي بعد كده الحكم على جودة التخطيط. وتكلمنا عليها وقلنا فيه التخطيط. لو هو الجرار شغال اطبع صورة كويس في دماغك. علشان خاطر هتطلب منك في الحكم على جودة التخطيط. احنا خططنا. وانا اللي خططت لك دلوقت بالجرار بتاعي وطلع من الغيط. هتقول لي اقف عندك. استنى اشوف التخطيط بتاعك تخطيط كويس ولا مش كويس. علشان لو مش كويس ايه هتعدهولي. طيب انت هتحكم عليه ازاي? زي ما شفنا في الصورة مع الجرار وصورة اللي بعدها. ده شكل التخطيط. بص معي للخطوط كويس. علشان خاطر هيطلب منك هتطلع المميزات والعيوب من التخطيط. بص معي في الخطوط كويس. شايف شكل الخطوط عامل ازاي? يبقى لما تحكم على التخطيط هتحكم من خلال الصورة اللي تضحها في دماغك ديت. علشان ما تنسهاش. علشان لما يجي لك احكم كيف يمكنك الحكم على جودة التخطيط هتقول جودة التخطيط. الحكم ايه? رقم واحد. ان تكون الخطوط بالعرض المناسب لحجم المحصول النامي وتكون مستقيمة ومتوازية. يعني الخط مناسب. لما اقول معدل تخطيط الدورة اتنشر خط في الاسبطين. وهو اتنشر خط في الاسبطين. العرض كده مناسب. المستقيمة ايه? ومتوازية ما فيهاش مش مش عاملة زي ايه? اه يعني واخد خط منحاني او متعرج. فبالتالي الخطوط في الحالة ديت مش هتكون ايه? مش هتكون كويس. النقطة اللي بعد كده ان يكون اتجاه الخطوط في اتجاه هبوب الرياح. حتى يمكنها تخلل خطوط النباتات دون ان تتسبب ايه فروقاتها. النقطة دي نقطة ذكاء شوية. ليه? انا بخلي الخطوط بتحتي في اتجاه ايه? الرياح. الرياح عندي جاية من الشرق للغرب. اخلي الخطوط بتاحت من الشرق للغرب. جاية ليه? ليه? علشان اول ما تيجي الرياح النبات ينمو على الخطوط بتاعتي. هيبقى فيه مسافات بين ايه? الخطوط. طيب الهواء لما يجي الرياح هتيجي ماشي في بطن ايه? الخط ايه? على طول. فمش هيحصل النباتات عندي ايه? مش هتتأثر. مش هيحصل لها عملية ايه? رقات. ولكن اذا خليت النبات بتاعي كده عملي زي السطارة زي ايه كده. وجاي الهواء. صدر هنا هتبدأ النباتات ايه? يحصل لها عملية ايه? رقات. ليه? لان انا عملت خليت النباتات بتاعتي كأنها سطارة او مصد ايه للرياح. فبالتالي هتبدأ ايه? قوة الرياح تعمل لها عملية ايه? ميل للاتجاه التاني. ويحصل لها عملية ايه؟ رقات. ولكن انا لما خلي الخطوط بتاعتي في اتجاه هبوب الرياح. لما تجين الرياح هتمشو في بطن ايه الخطوط. بدون التأثير على ايه? النباتات. طيب النقطة اللي بعد كده. ان تكون الخطوط عمودية على اتجاه الميل والانحضار في الحقل. وكذلك عمودية على قنوات ايه? الحقل. زي ما قلنا. تكون الخطوط ايه عمودية على اتجاه ايه? الميل والانحضار. علشان المية يسهل سريان عملية الماء في أثناء عملية الرأي يعني المائية الرأي لما تنزل تبصت جريت في بطن الخط وصلت للنهاية تبدأ تاخد اللفة الثانية في الخط الثاني كده لحد ما يبدأ الحوال بتاعك ما يخلص وانتهي عملية الرأي بالكامل أربعة أن تكون الخطوط من الشرق إلى الغرب في المحاصيل التي تزرع في شهور البارد وإحنا عرفنا ليه بتزرع مشارك الغرب في شهور البارد علشان أنا بزرع على الجهة الشرقية الجهة الشرقية بتكون معرضة معرضة لأشعة الشمس في أشعة الشمس بتعمل عملية تدفئة للنباتات النقطة اللي بعد كده أن تكون الخطوط متساوية في العرض والعمق يعني إحنا زي ما تكلمنا العمق بتاع بطن الخط وارتفاع ضهر الخط متساوية مش خط رفيع وتلاقي خط تاني ايه التخين لا أنت دلوقتي عملت معدل تخطيط بتاعك من 12 ل 14 خط حسب نوع المحصول فبالتالي الخطوط كلها لازم تطلع ايه متساوية لو استدهر الخط هتلاقي معاك ايه 71 سنتي أو 60 سنتي حسب معدل ايه التخطيط بتاعك النقطة اللي بعد كده التبتين التبتين احنا تكلمنا عنها ادينا عنها صورة على السريح كده أو معلومة على السريح في وسط الكلام بتاعنا يعني ايه تبتين يعني انا ببدأ اقسم الارض عندي الى شرائح وقني وبتون هقسم الارض عندي الى شرائح وفرد وقني وبتون وبالتالي هينتج عنها كلمة ايه الحوال هقدر اخد ايه الحوال اللي انا هزرع فيه طيب تعالوا نشوف تعريف التبتين هي عملية تقسيم الحقل الى شرائح او فرد واحواض الحوض اللي انا بقول عليه ايه بيت او ايه الحوال بتاعي باقامة القنوات الحقلية والبتون يعني انا هعمل القناة هشق قناة المسافة ما بين قناة وقناة بقول عليها شريحة طيب انا خدت ما بين القناة وقناة جيت في النص اخدت بيت يبقى انا قسمتها الشريحة كده الى فرد يبقى المسافة ما بين قناة الري الى البيت نقول عليه فردة ولكن المسافة ما بين الشريحة الاسف من قناة الري الاولى الى قناة الري التانية ما فيش بينهم بيتون بقول عليها ايه شريحة بنقول عليها ايه شرائح يبقى تعريف عملية التبتين هي عملية تقسيم الحقل الى ايه شرائح او فرد واحواض او بنقول عليها بيوت وقامة القنوات الحقلية ايه والبيتون فوائد التبتين ايه فوائد التبتين هو احكام وتنظيم ري الارض في حالة استخدام الري السطحي فقط لو انا هروي ري سطحي فانا بالتالي هعمل عملية التأسيم وهه اسم الارض عندي باستخدام القنية والبتون ولكن لو انا هروي ري برش او ري بالتنقيط لا يتم تقسيم الارض نهائيا ايه لان الري بالرش والري بالتنقيط مش محتاج ان انا اسم الارض عندي الى قنية وبتون لان احنا قلنا من فوائد الري بالرشا والري بالتنقيط توفير مساحة القنية والبتون التي تقام لانك انت بتوصل للنبات المية عن طريق خرطوم او عن طريق رشاش مش هتحتاج تعمله حوال علشان تحكم عملية الري النقطة اللي بعد كده الحكم على جودة التبتين والتقسيم في شرائح واحواء رقم واحد ان يكون مناسبة للميول والانحضارات الموجودة ايه بالارض رقم اتنين ان يكون مناسبة لقوام ايه الارض زي ما اتفاقنا ان احنا في الاراضي الرملية الحط بتاع والفورت بتاعته الشرائح بتكون صغيرة ولكن في الاراضي الطنية بتكون ايه كبيرة طيب ايه بعد كده ان يكون مناسبة لدرجة ملوحة الارض زي ما تكلمنا في الاراضي الرملية في الاراضي الملحية كذلك ايه الامر ان يكون مناسبة لنوع المحصول المنزرع طبعا نوع المحصول المنزرع بيختلف الحوال او القني والبتون اللي هاته تقسم لو انا هزرع هيكون زراع على رشتين غير لما هزرع ايه على ريشة ايه واحدة وكذلك لو ارتفاع ايه النبات لو اه الزرع الشامية غير دور ايه الشمس في التأسيم ايه بتاعت ده معانا صورة بتوضح لشكل البتان يعني ايه بتان هتلاقي عندك في المدرسة في قسم الهندسة الزراعية شكل البتان ده اللي بيجر الجرار وبيعمل ليه زي المحارات كده وبيعمل لي به بتن اللي هو الفاصل اللي هيفصل لي ما بين قناة راي وقناة راي زي ما قلنا هيقسم لي ايه البتن هيعمل لي ايه البتن وفيه جهاز ثاني بيممكن يشوق القنوات بنقول عديد الشتر الدشتر ده بيشوقي بيشوقي ليه القنوات يعني كل حاجة انا ممكن استخدمها باستخدامي الجرار زي حضراتكم ما شايفين معانا طيب النقطة بعد كده والمهمة بقى المصالحات الزراعية الشائعة في عمليات الخدمة قبل الزراعة تعالوا هنطلع برا الفصل شوية وهنقعد مع بعض في المزرعة بتاعتنا او هنقعد في الغيت وهنتكلم مع بعض كمزرعين مش هنتكلم مع بعض كمستر ومدرس او طالب ايه وطالب او ايه لا ده احنا كده هنتكلم مع بعض بصورة مزرعين انا راجل مهندس كويس دماغي شغالة افهم لغة ايه المزرع وهتكلم مع المزرع بلغته طيب اللغة بتاعته المصالح عندي بيبقى موجود في كتاب باسم ولكن عند الفلاح باسم ايه تاني تعالوا نشوف المصالحات الزراعية الشائعة والتعريف بتاعها اللي انا هقدر اتكلم ايه بها رقم واحد حرط سكة واحدة حرص سكة واحدة الحرص سكة واحدة معناته ايه قالك اي الحرصة مرة واحدة وهي الحرصة ايه الاولى يعني الحرصة الاولى بقول عليها حرصة ايه سكة واحدة طيب حرص سكتين يعني ايه حرص سكتين يعني انا هحرط الارض بتحتي حرطتين الحرطة التانية بتكون عمودية ايه على الاولى اي حرصة اولى يعقوبها حرصة ثانية ويطلق على الحرصة الواحدة سلاح واحد وعلى الحرستين سلاحين وتكون السكة الثانية عمودية ايه على الاول طيب في ايه تاني موجة الحرس وهي جانبي الاخدود الذي يشقه المحراس طيب ارض بلاط يعني ارض لم يسبق ايه حرسها ارض ايه بلاط يعني ارض لم يسبق ايه حرسها فك الارض دي الحرسة ايه الاولى التاني الحرسة التانية انا لما بقول هاتني ايه الارض طيب التتليت هي الحرسة ايه التالتة ارض اس هي الارض البلاط التي تتخلى للارض ايه المحروسة والنتجة عن سوق ايه الحرس طيب محرات عائم او محرس عائم ايه عندما يكون سلاح المحرس غير متعامك بقول عليه محرات ايه عائم طيب ايه كمان محرات نازل يعني انا بحرس بوطي او بعمق المحرات بتاعت ايه في الارض عندما يكون سلاح المحرس ايه متعامك بقول عليه محرس ايه نازل حرسة قماحي حرسة جيد ومتداخل وعدم وجود ارض اس بعد اتمام عملية ايه الحرس المدر او القلقيل دي بنقول عليها ايه وهي كتل منطربة الجافة طيب التقسيب هي نقل الاجزاء العالية الى المنخفضة او نقل الاجزاء العالية خارج الحقل حتى تكون الارض مستوية وتكون الارض جافة والفرق بين العالي والواطي ملاحظ بالعين المجرده وبكده بعملية التقسيب يبقى احنا كده وصلنا لنهاية المصالحات الزراعية اشاء في اعداد الارض عمليات اعداد الارض قبل الزراعة وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة وهنقول لحضراتكم نستودعكم الله الذي لا تضيع وداعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته